السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في شرح جديد كما نرى الوقت انا كل كلمة قلتها اتحولت الى نص مكتوب طبعا ده برنامج اسمه الكتابة المباشرة البرنامج ده فايدته ايه فايدة البرنامج دوا ان انا ممكن كل كلمة بقولها ابتدي اخدها وانسخها وحاولها الملف وورد ده طبعا بيسهل على الناس اللي بتكتب كتير على الكيبورد او بيحضروا دراسات عالية او بيحتاجوا اي حاجة في الكتابة الورد او بيكونوا محتاجين ان هم يكونوا يكتبوا كلمات او عدد كلمات كبير في وقت قليل طبعا انت اي ملف عندك موجود تقدر تجيبه حتى لو من جريدة تقدر كلها وانت بتقراها تشغل البرنامج البرنامج بيحول كل كلمة بتقولها وبتنطقها بيحولها الكتابة طيب احنا كده حولنا كل الكلام اللي انا قلناها تقريبا في المقدمة تحولنا الى كتابة بنعمله بعد كده نستفاد به بندوس على اي كلمة فيهم بالشكل ده وبعد كده بنقول اختيار تحويل الصوت الى نص بيتحول عندي الكلام كله مزلل بالشكل ده باخده نسخ خلاص انا كده عندي كل الكلام منسوخ بعد كده نروح عند تطبيق المذكرة نعمل شوية بنعمل كده وبندوس لصف الكلام اللي احنا قلناه اتكتب هنا طبعا على حسب كمية الكلام البرنامج بيستقبل كلامات كتيرة طبعا صفحة وصفحتين او عشرة وبعد كده بنبتدي ننسخهم وننسخهم في حاجة زي كده او ان انا ابعتهم عن طريق الواتساب او الفيسبوك او المسنجر او اي حاجة وبعد كده بحفظها بقت عندي مذكرة محفوزة لكل كلمة انا قريتها فايدة البرنامج بيستخدمه ممكن الطلبة بيستخدمه في المحاضرات انه بيكون بيحضر المحاضر وبيحتاج ان هو يدون وراء الدكتور او المحاضر البرنامج بيغني عن كده ان هو يعد وينتبه للشرح والبرنامج بيقوم بالوظيفة دي عنه في الوقت دوان بعد ما بيروح بياخد كل حاجة قالت عن طريق البرنامج ويبتدي بعد كده يزاكرها او ان هو يزاكر من الموبايل او ان هو يحب ينقلها بقى الموضوع سهل دي حاجة تاني حاجة المراسل او الصحفي اللي بيحضر مؤتمر يقدر ان هو بدل ما بيعود يكتب ويدون وراهم او ان هو يشتري جهاز جديد بمبلغ مثلا البرنامج دوان بيغنيه عن الجهاز وبيقدر من خلاله ان كل كلمة بتتقال في المحاضرة او في المؤتمر البرنامج بيقوم بتسجيلها البرنامج بيدعم اللغتين العربي والانجليزي طبعا هنا عشان هو انجليزي فهو بيكتب كلام غلط لكن لو نقول كده بنتكلم بالانجليزي how are you i am fine can you go with me to park no i am busy now بعد كده مندوس على الصوب اللي احنا شايفينها البرنامج بتوقف عن الكتابة وزي ما احنا شايفين كل كلمة احنا قلناها البرنامج بيكتبها بعد كده نجي للضبط الضبط عندي اول حاجة بتقابلني الخط ان انا اصغر الخط او اكبره عن طريق اول حاجة زي ما احنا شايفين كده ثاني حاجة مزيدنا الاعدادات اول حاجة حجم النص المظهر الداكن اللي هو بيقلب الشاشة اسود او ابيض انا بخليه كده عشان الشرح بعد كده عندنا تحت عرض تصنيفات الصوت زي ما نقول مثلا ان فيه صوت تصفيق او موسيقى هو بيبتدي يقولك ان فيه صوت تصفيق او موسيقى لان لو ما كانش فيه وانت حبيت تضيف حاجة بتقدر تحط الكيبورد كده وبتقدر تبتدي تكتب في الوقت ده عند رقيق الكيبورد عربي او انجليز الموضوع سهل جدا اللغات احوال نص المكتوب اللي احنا كده بناه ندوس اسطوب عشان ما يسجلش حاجة البرنامج زي ما احنا شايفين فيه عدة لغات لما بنيجي نعمل له ضبط فيه عندي لغتين اللغة العربية انا بختارها الاساسية لاندي اللي بسجل بها وبعد الاحيان بحتاج ان انا سجل انجليزي فانا احطه لغة سنوية بناءا عليه لو تحب تغير اللغة الاساسية بتاعتك هتغيرها من بين اللغات اللي موجودة دي كلها او اللغة السنوية واللي اتنين بنقدر نبدل بيوم بنقدر نبدل ما بينهم تحت هنا عن طريق لمس اللغة بس اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة حاجة جديدة لو اعجابكم الفيديو ما تسسوش الاعجاب والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة